القيام بترجمة مشاهير المحدثين وبيان أبرز اللفتات في حياتهم العلمية والحديث عن أصحاب الكتب منهم مع بيان موجز لمناهجهم فيها وتأثيرهم في الحياة العلمية والمعرفية للأمة برنامج مشاهير المحدثين عبر العصور تقديم الدكتور لبيب نجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء العشرون في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى مشاهير المحدثين عبر العصور ومع أحد كبار الحفاظ في عصره وهو الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسمه يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبين كانت ولادته رحمه الله سنة ثلاثمائة وثمانية وستين هجرية ونشأ رحمه الله تعالى في أسرة توارثة العلم والصلاح والتقار فقده محمد بن عبد البر كان عابداً معروفاً بالزهد والتنسك له اهتمام بالقرآن وتفسيره وقراءاته قال عنه ابن الأبار في ترقمته كان من العباد المنقطعين المعروفين بالتهقد المبرزين فيه ومن أصحاب يحيى بن مقاهد وتوفي قبل ابنه بسبعة أشهر وهو ابن ثمانين سنة فقد الحافظ بن عبد البر كان عابداً زاهداً له اهتمام بالقرآن وتفسيره وقراءاته وأيضاً أبوه عبد الله بن محمد كان فقيهاً محدثاً وقد توفي سنة ثلاثمائة وثمانين هجرية وكان حينئذ عمر بن عبد البر إثنى عشر سنة كان أبوه فقيهاً محدثاً يقرئ الناس القرآن بل كان أبوه من أهل الحل والعقد الذين شهدوا على العهد الذي كتبه الخليفة لابنه هشام بالخلافة من بعده ولما مات والده أي والد الحافظ بن عبد البر ترك كتباً كثيرة لا شك أن الحافظ بن عبد البر استفاد منها وانتفع بها ووجد أشياء بخط والده نقلها في بعض كتبه إلا أنه أي الحافظ بن عبد البر لم يكن قد استفاد من علم أبيه أي بالتلقي عنه مباشرة إن هذه البيئة التي نشأ فيها الحافظ بن عبد البر رحمه الله لا شك أن لها أثراً كبيراً في رسم ملامح حياته نشأ بن عبد البر رحمه الله تعالى في هذه البيئة وتظهر أيضاً بصمات والدته التي عانت وقاهدت في مساندته في طلب العلم فبدأ رحمه الله تعالى في دراسة ما يتعلق بالقرآن بعد أن أتم حفظه وتعلم الفقه والحديث والسيرة والعربية وعلم الأنساب وكان قد تولى القضاء في مدينة أشبونة مدة وهذا يدل على أنه كان متمكناً في علم الفقه إذ لا يتولى القضاء إلا من كان له باع طويل في علم الفقه لقد أخذ ابن عبد البر عن عدد كبير من العلماء الذين كانت مدينة الأندلس تزدهي بهم وقد بلغ عدد من أخذ عنهم أكثر من مئة عالم حتى صار الحافظ ابن عبد البر عالماً وعلماً يعرفه القاصي والداني وبدأ في التأليف والتصنيف وكان من أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم خلف ابن القاصم القرطبين محدث الأندلس الكبير الذي رحل في طلب الحديث إلى المشرق رحلة دامت خمسة عشر سنة سمع فيها من نحو ثلاثمائة شيخ وعاد إلى الأندلس ليلتقي به ابن عبد البر ويتلقى تلك الأسانيد والروايات التي أخذها في بلاد المشرق فكان ابن عبد البر رحمه الله كثير الملازمة له كثير الرواية عنه لقد شرع ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التصنيف والتاليف وتمتاز مصنفاته بعذوبة الألفاظ ورشاقة العبارات كيف لا؟ وهو الأديب الظليع ولعل هذا كان سببا في إقبال الناس عليها ومدحهم لها حتى قال الحافظ الذهبي رحمه الله كان موفقا في التاليف معانا عليه ونفع الله بما ألف وفي ذلك يقول القائل يا من يسافر في الحديث مشرقا ومغربا في البحر بعد البري ما إن يرى أبدا لكتب صاغها بالغرب حافظها ابن عبد البري ومن أشهر مصنفاته كتاب التمهيد الذي شرح فيه موطى الإمام مالك وقد رتبه على أسماء شيوخ الإمام على حسب حروف المعجم وقضى في تأليفه ثلاثين سنة ولما أتم تأليفه أنشد قائلا سمير فؤادي مثلاثين حقة وصاقل ذهني والمفرق عن همي بسط لهم فيه كلام نبيهم لما في معانيه من الفقه والعلم وفيه من الآداب ما يهتدى به إلى البر والتقوى وينأى عن الظلم وعن كتاب التمهيد يقول قرينه وزميله أبو محمد بن حزم وهو معاصر لابن عبد البر كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر ابن عبد البر وهو الآن في الحياة لم يبلغ سن الشيخوقة لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه وله كتاب آخر اسمه الاستذكار وهو أيضا شرح لموطأ الإمام مالك إلا أن ترتيبه يختلف على ترتيب كتاب التمهيد فلقد رتب كتابه الاستذكار على الأبواب الفقهية وله كتاب ترقم فيه خلال كتبه ومصنفاته إلا أنه لم يكن متعصبا لمذهبه يقول الذهبي رحمه الله تعالى في ترقمته وكان أولا أي في بداية أمره أثريا ظاهريا فيما قيل ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل ولا ينكر له ذلك فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المكتهدين ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن ومع كونه مالكيا إلا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ترقمه في طبقة الشافعيين وقال ولا يشك اثنان من أهل العلم أنه كان مالكي المذهب فرع عليه وأصل وشرح الموطأ بالتمهيد واختصره وإنما حملنا على إراده مع الشافعية قول أبي عبد الله الحميدين كان أبو عمر حافظا مكثرا عالما بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال قديم السماع لم يخرج من الأندلس مثله وكان يميل في الفقه إلى أقوال الشافعين قال الحافظ ابن كثير ومن جملة ميله إلى مذهب الشافعين تصنيفه في القهر بالبسملة وانتصاره لذلك وهي من المسائل المشهورة في المذهب بل من أفراده وهي كالشعار على أصحابنا من دون سائر الفقهاء لقد أثنى العلماء رحمهم الله تعالى على الحافظ ابن عبد البر وقال القاضي أبو الوليد الباجي لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث وهو أحفظ أهل المغرب وقال الحميدي أبو عمر بن عبد البر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال قديم السماع يميل في الفقه إلى أقوال الشافعين وقال عنه الحافظ الذهبي الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام صاحب التصانيف النافعة ومع هذه العلوم التي أتقنها ابن عبد البر فإنه أيضا كان أديبا وشاعرا مرموقا له مساهمات في ذلك وله كتاب اسمه بهجة المجالس خير شاهد على ذلك يقول في أوله قد جمعت في كتابي هذا من الأمثال السائرة والأبيات النادرة والحكم البالغة والحكايات الممتعة في فنون كثيرة وأنواع جمه من معاني الدين والدنيا منتهى إليه حفظي ورعايتي وضمنته وضمته روايتي وعنايتي ليكون لمن حفظه ووعاه وأتقنه وأحصاه زينا في مجالسه وأنسا لمجالسه ولقد كان للحافظ ابن عبد البر رحمه الله أولادا صالحون منهم ابنته التي ترجم لها ابن الأبار في تاريخه فقال زينب بنت أبي عمر يوسف بن عبد البر بن محمد بن عبد الواحد سمعت أباها كثيرا وسكنت معه شرق الأندلس وكانت من صوالح النساء مات الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى سنة أربعمائة وثلاثة وستين هجرية وكان قد استكمل خمسة وتسعين سنة وخمسة أيام رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي نفس السنة التي مات فيها مات فيها الحافظ الشهير الخطيب البغدادين الذي تقدمت سيرته في الحلقة الماضية حتى قال الناس في هذه السنة أي سنة أربعمائة وثلاثة وستين أفل نجم في المشرق يقصدون الحافظ البغدادين وأفل نجم في المغرب يقصدون الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأعلى درجاتهما في عليين وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع علم آخر من أعلام المحدثين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته القيام بترجمة مشاهير المحدثين وبيان أبرز اللفتات في حياتهم العلمية والحديث عن أصحاب الكتب منهم مع بيان موجز لمناهجهم فيها وتأثيرهم في الحياة العلمية والمعرفية للأمة برنامج مشاهير المحدثين عبر العصور تقديم الدكتور لبيب نجيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر